اهلا بكم في قناتي وصفة ومعلومة شورتس. النهاردة جايبا لكم تلات خلطات او تلات ماسكات خاصين بالعيد. آآ تلاتة هيكون اول واحد منهم خاص للتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة وتنقيتها وترتبها. التاني هيكون للهالات السودة وللبشرة برضو لتفتيح والتوحيد واعطاء النظرة للبشرة. والتالت لتسمين البشرة. الناس اللي بشرتهم ضعيفة ومن قلة شرب المية او عايزة وشها هيكون باين انه نظر ومنفوخ هتعمل معايا الوصفة الثالثة دي. العيد على الابواب كل سنة وانتو طيبين. فاضل اسبوعين. يا دوب بتتحضروا وتعملوا المسكات بتاعتكو. وبعنا هيكون فيه وصفات كمان للشعر ووصفات للجسم. لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس وتعمليلي لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. اللايك مهم جدا يا بنات ياريت تدعموني به. آآ وتكتبيلي في التعليقات لو اي حاجة انتي عايزاني اعملها لك هعملها. عندي وصفات للبشرة وصفات للشعر وكمان وصفات للجسم. هنبدأ معنا باول وصفة هنجيب آآ آآ معلقة من الطم المغربي. اللي هو الطين اللي لونه احمر. هتروحي للعطار طوي اللي لون عايزة طين احمر. وهتكون يمقطع بطاطس شرايح زي كده من بالليل. هتسيبها منقوعها في الماية اربع عشرين ساعة. وهتجيبي معلقة زبادي. مكونات اول ماسك معايا. آآ الماسك ده بنات هينظف البشرة جدا هيساعد على التفتيح البطاطس يا بنات حلوة اوي للوش. كمان الطين المغربي ده حلوة اوي لجميع انواع البشرة. يعني اي نوع بشرة هينفع معايا. هتاخذي منه معلقة. وهتضيفي عليها معلقة الزبادي. وهتجيبي آآ المية اللي انتي اللي ما نقع فيها البطاطس اربعة عشرين ساعة دي وهتحطيهم معها. آآ مية البطاطس يا بنات حلوة جدا. بتقلل برضو من الهلات السودا وبتساعد على توحيد لون البشرة. الزبادي مرطف فعال جدا. دايما اي عيوب للبشرة الزبادي مع استمرارك. لو انت هتستخدم الزبادي بس من غير اي حاجة هيجيب معاك نتيجة. الطمي المغربي ده حلو جدا. سواء للجسم او للبشرة. بينظف البشرة بعمق بيساعد لتوحيد لونها. آآ صراحة وصفة هيلة انصحك ان انت تجربيها وتدومي عليها. الوصفة دي هتعمليها مرة في الاسبوع. هتحطيها على بشرتك وهتسيبيها لحد ما تنشف. اول ما تبدأ تنشف معاك هتشتفيها. الوصفة التانية معايا هتكون برضو معلقة زبادي. وهتجيبي معلقة صغيرة من الكركم. يستحسن ان انت تجيبي كركم للبشرة. ما تجيبش كركم الاكل. لان كركم الاكل بيبقى فيه مواد صبغية عالية فهايخلي وشك اصفر قوي. فانت يجيبي كركم البشرة. وهتضيفي عليهم معلقة عسل طبعا زبادي وكركم وعسل. الوصفة سهلة وبسيطة ومعروفة يعني مش صعبة. الوصفة دي حلوة قوي للهالات السودة. كمان حلوة للبشرة. فانتها لما تحطيها هتحطيها كمان حوالين العين. مش كل المسكات اللي بتتحطي حوالين العين. يعني المسك الاولاني ما تحطيهش حوالين عينك. المسك ده هتحطي منه حوالين عينك. اي مسك يكون فيه. آآ اللي يكون فيه نشا ما تحطيهش برضو حوالين عينك. يعني في حاجات معينة بتتحطه في حاجات لا. ده المسك ده بيتحطي حوالين العين لان الكركم بيساعد على ما تفتيح البشرة بيوحد لونها آآ بيقلل من تسبغات الشمس. كمان الهالات السودة بيشيلها. كده المسك التاني خلص. المسك التالت هتجيبي معلقة حلبة برضو هتنقعيها من بالليل في المية. وهتسيبها لمدة اربعة عشرين ساعة. بعد كده هتتحنيهم كويس اوي في الخلط. هتتحنيهم في المطحنة او الكبة زي ما انت عايزة. وهيبقوا معاكي زي العجينة كده. بعد كده هتجيبي معلقة آآ ميت ورد او معلقة حليب. يعني المتوفر عندك مفيش مشكلة فيه. يعني انت المتاح بالنسبالك يكون حل. انا متاح بالنسبالي ميت ورد هحط ميت ورد. بس لو عندك حليب هيكون برضو احسن. نتيجة هتكون احلى لان الحليب برضو بيساعد على تفتيح البشرة ويساعد على وتوحيد لونها. هتحطي معلقة من مية الورد وهتقليبيهم كويس جدا وهتفرديهم على وشك لحد اما الخلط ينشف. بعد ما تشيليه هتشيليه بحركات دائرية. يعني زي ما سيش كده وتشيليه بحركات دائرية. وصفة الحلبة دي تتعامل كل يوم. وصفة الكركم تتعامل يوم ويوم. انما وصفة الطمي المغربي تتعامل مرة في الاسبوع مرتين بالكتير. كده معاكي تلات خلطات. هنتحضر للعيد سوا. ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك. والسلام عليكم.